اشتركوا في القناة امام جلالة الملك المفدأ وقد هنأ جلالته رعاه الله سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليفة واشاد بكفاءته في تحمل هذه المسؤولية الوطنية معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في اداء مهمته الدبلوماسية الجديدة وابدى جلالته ايده الله توجيهاته السامية للسفير لتعزيز وترسيخ علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة مؤكدا ضرورة الاهتمام بمصالح ابناء البحرين ورعايتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم واشاد جلالته رعاه الله بالعلاقات التاريخية المتميزة والروابط الاخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات والحرص المتبادل على توثيقها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وكلف العاهل المفدى حفظه الله سفير مملكة البحرين بنقل تحياته الى اخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ولشعب دولة الامارات الشقيق متمنيا لهم دوام الرخاء والرفعة والتقدم من جانبه رفع سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي الخليفة اسماعيات الشكر وبلغ التقدير والامتنان الى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله معربا عن عظيم اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية ومؤكدا ان توجيهات جلالته الكريمة حافز له لأداء هذه المهمة الوطنية على اكمل وجه